صدر اسم النجمة غاد عبد الرازق مؤشرات البحث وذلك عقب تصريحاتها الجريئة التي قدلت بها خلال الساعات الماضية هسحلت ضيفة لبرنامج كتاب الشهرة تقديم الإعلام اللبناني علي ياسين وكشفت موقفها من المساكنة واللحظات الأخيرة في حياة والدها وكذلك كشفت غاد عبد الرازق موقفها من اعتزال التمثيل كشفت غاد عبد الرازق رد فعلها إذا أصيب زوجها بمرض الإيدز وقالت لو جوزي مريد إيدز هموته وموت نفسي لأنه أكيد لو جوزي هبقى أنا مريدة زي ولو حبيبي هبلغ عنه مش هموت نفسي عشانه تحدثت النجمة غاد عبد الرازق عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والدها محمد عبد الرازق وقالت اللي أنا فاكراه إن قبل وفايته بتلات أيام كنا في البيت وبنتغدى وكان مبسوط جدا لأنه وقتها كان هيبقى وزير للاستثمار وقال إنه بعد تلات أيام هيمسك المنصب تاني يوم كان عنده جالسة في مجلس الغزرة وجاله هبوط حاد في الدورة الدموية ونقلوا المستشفى وروحنا بالليل لأنه كويس وكان بيدحك ويهزر وروحنا وكنا بيتين عن دولات خالتي وتاني يوم قالولنا روحوا البيت وإحنا في الطريق عرفت إنه بابا توفى ومش فاكرة ساعتها إنكسرت ولا ضعفت وعن موقفها من اعتزال التمثيل قالت غادة أنا ملتزمة دينية وعلنت كثيرا أنني سأعتزل وتراجع لذلك لن أعلن ذلك مجددا حتى لو اتخذت القرار سأترك هيأتي بطريقة ربانية مش بقرار مني أنا عايزة ربنا يقولي أنت دلوقتي كفاية الحمد لله ولا علاقة للدين باعتزالي الأمر كله رباني وقضاء وقدر وكملت كلامها ربنا كتب لي هبطل تمثيل إمتى فهو قرار من ربنا ليس من غادة عبدالرازق أنا ملتزمة دينيني الحمد لله ولا أحتاج لهذا القرار في هذا الأمر ولا الحجاب لست من هذه الشخصيات وكتير من أسريتي محجبين لكن محدش فرض عليها الحجاب وعن التتول اللي موجود على جسمها قالت أنا ستة مسلمة وعرفت أن ده حرام ومش عايزة أعمله عملت وأنا صغيرة جدا ومحدش قال لي ودلوقتي عرفت وأنوي إذنته وعلى جانب آخر أوضحت الفنانة غادة عبدالرازق ووقفها من المساكنة اللي بناتها وحفيدتها مؤكدة أنها ترفض هذه الفكرة بشكل تام مش هستنى واحدة من حفيداتي تيجي تقولي أنها هتعيش مع واحد بدون زواج من وهم صغيرين متربيين وعارفين الحلال والحرام وأكدت عمر حفيداتي ما هيوصلوا لحاجة زي دي أن أنا ومهم عارفين ربناهم على إيه صح وإيه ما يصحش وبسؤالها عن أزمات شيرين وحسام حبيب آلة غادة ربنا معيها وشيرين إنسانة قوية